السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا مرحبا بكم مع هذا الخبر يتحدث عن إحالة مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط في الدولة التركية اليوم كاتبت اليوم السابع اليوم بتحت هذا العنوان إحالة الاتحادة التركية لكرة القدم الدولية المصري مصطفى محمد مهاجم جلاتا سراي إلى لجنة الانضباط التقديم بسبب تلقي الطرد في مباراة فريقه ضد أنقرة جوجو والتي اتهت بقصارته بادفين لهدف في المناجهة التي قيمت في الدولة التركية مساء أمس للبعاء وذلك بعد بساعات قليلة من بيان ناديه الرافض لقرارة الحكم مباراة وتقديم احتجاج رسمي على العقوب المنتظر إلى ناكندا وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان رسمي عبر موقعه على آن إحالة مصطفى محمد لجنة الانضباط وفكاً للمادة 43 من لياحة العقوبات في بطولة الدولية كما ضم البيان إحالة العديد من الوقاع في بطولة الدولية التركية إلى لجنة الانضباط بسبب مشاكل التي حدثت في معظم مباراة الجولة السامنة والعشرين وسجل مصطفى محمد ست أهداف مع جالتا سراي في ست وراءات من بينها خمس أهداف في الدول التركي منذ انضمامه للفريق شهر يناير الماضي خلال موسم بالانتقالات الشتوية قادماً من الزمانك لمدة موسم ونصف على سبيل الأعراء مصطفى محمد في السياق متصل كشفت تقارير صحفية تركية عن مساعي نادي جالتا سراي لرفع عقوبة الإيقافة التي تعرض لها الدولي مصطفى محمد خلال مباراة فريق الأخيرة ضد أنقارة جولجوة التي انتهت بقصارته بهدفين لهدف المواجهة التي قيمت في الدوري من تركي المساء أمس الأربعة وفقاً لموقع آكاس التركي فإن اجتماعاً تم العدد من من دوبي نادي جالتا سراي مع منسول التحاد التركي لقوة القدم طلبوا خلالها بدرورة ترفع إيقاف اللقاف الذي تعرض له المهاجم المصري خلال مباراة عنقرة جوجه وتقدمه بالشك ودد حق حكم القوة بداعي أن القرى التي تعرض فيها لمصطفى حمد الطرد لا ترتقي لحصول المهاجم المصري على الطرد وأصدر نادي جالتا سراي بيان رسميا أكد فيها أن من التكبون مثل هذه الأخطاء في حق النادي أشراراً مؤكداً أن الفريق يتعرض بشكل منتظم لأخطاء من قبل دوايا المعروفة وقد مصطفى تنكيد رئيسي نادي في البيان الرسمي الذي أذره بالأمس أنه لن يقف أمام هذه المشاكل وصفاً بعض بأنهم يريدون أحداث فوضى وأنه يعرف كيف يوجههم لكنه يتمنى أن تستمر بطوله الدوري بسلاسة ترجمة نانسي قنقر